موسيقى موسيقى زيارة اليوم لارمينيا تأتعرف على الموسيقى والغناء التقليدي تاريخ أرمينيا عريق وهي أول دولة بتعتنق الديان المسيحية بالعام 301 ميلادية ثقافة عامة والفنون جزء حيوي بحياة الأرمن وتاريخهم ياريفان عاصمة أرمينيا أشترك ضايع صغيري حد العاصمة وين رح أتعرف على الموسيقى والغناء والرقص التقليدي الأرمني مع فرقة أجونج ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 أغاني الفولكلور الأرمني ترتكز بمضمونة على الحب والرومانسية بإطار روحي بنفس الوقت ومن أبرز المواضيع اللي منسمعها الفرح اللي بيملأ الإنسان لما يحب والغربة والإشتياء للحبيب وكل هالأغاني مستمدة من الحياة البسيطة للشعب الأرمني ومن هون منلاحظ كمين رئته نعومة الألحان التراثية الأرمانية المؤلف جوميداس هو الأب الرحالي والعالم الموسيقي اللي حفظ ثقافة الشعب الأرمني من الضياع وهو منقذ ومحي الموسيقى الفولكلورية جوميداس اللي يعتبر مؤسس الموسيقى الأرمانية الكلاسيكية المعاصرة ابتكر ألحان ما بتشبه لموسيقى الشرء ولا الغرب إنما استوحيها من أحاسيس وإنفعالات عميئة جذورها بتعود للتاريخ الأديم لشعب أرمينيا موسيقى 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 سيئ للتعبير أصدقائي لقد أخبار مرحسس و مرحسس من المطلق مرحسس 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 موسيقى 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 من المعروف عن الأغاني التراثية الأرمنية تأثرة بالإنسان وحياته اليومية وخاصة طبيعة وخيرات الرب الحياة كانت قاسية كتير على الشعب الأرمني عبر التاريخ وهالشي انعكس على أغاني التراثية اللي بتحكي بمضمونة عن العنفوين الوطنية وشكر الله على النعم ومنا الخبز التقليدي الأرمني أو المعروف باللباش موسيقى 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 شكرا 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 مشوارنا الموسيقى مع فرقة أجونج بكمل وبيخدنا على بحيرة سيفان اللي تعتبر من أكبر بحيرات على ارتفاع عالي بالعالم واللي كانت مصدر وحي للكتار من الشعرة والمؤلفين الموسيقيين بأرمينيا بيطل على هالبحيرة داير سيفانافانك وداير هايفارانك اللي بيعود تاريخن للقرون الوسطى موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اشتركوا في القناة الهدف الأساسي لفرقة أجونغ هو المحافظة على تراث أرمينيا العريق بالموسيقى الفولكلورية والتمسك بتراث الأجديد والتعاليم اللي اكتسبوها من رجال الفكر الدين والفن مثل جوميداس اللي قبل وفاته ببريز عام 1935 وصى كل تلميزه الحفاظ على هالتراث ونقل الثقافة الأرمينية للأجيال الآدمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى